اذا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما يكون يوم القيامة حيث تأتي الخلائق خاضعة ذليلة مستسلمة لربها وقد خاب من حمل في هذا اليوم ظلمة قال عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه أي من كانت عليه مظلمة فمن اعتذى على أخيه المسلم في الدنيا بسب أو طعن في عرض أو أخذ من مال بغير وجه حق فليطلب من أخيه المسامحة وليرد ما عليه من حقوق مادية قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وقول عليه الصلاة والسلام قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إشارة إلى أنه يجب أن يتحلل ممن ظلمه ولو بذلت دينار والدرهم لأجل المظلمة لأن أخذ الدينار والدرهم إعطاؤه اليوم أسهل من أن يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء يعطيه إلا من حسناته والحسنات عزيزة جداً على الإنسان يوم القيامة وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرة فيريد أي حسنة في الآخرة يريد أي حسنة في الآخرة فإذا جاء يوم القيامة وعليه مطالب ومظالم ظلم هذا في عرض إغتاب هذا ضرب هذا أكل مال هذا ظلم هذا شتم هذا ما عنده مال من دنانير ودراهم يعوض به أصحاب المطالب والمظلومين الذين يطالبونه ما عنده ماذا سيضطر أن يدفع من حسناته والحسنات يوم القيامة عزيزة جداً كل واحد محتاج لحسناته لأدنى حسنة لأنه يريد أي شيء ينجو به من تلك الأهوال ميزان منصوب له كفتان والصراط مضروب على متن جهنم وجهنم قد قربت وجيء بها لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وإذا قربت سمعوا لها تغيضاً وزفيراً لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض الخوف رهيب في ذلك اليوم وقد جاء الجبار ونصب كرسية لفصل القضاء وجاء معه جنوده والملائكة كل واحد محتاج لأدنى حسنة ولا الأب مستعد يعطي ولده ولا الولد مستعد يعطي أباه ولا الأخ مستعد يعطي أخاه ولا الزوج يعطي زوجته ولا الزوجة يعطي الزوج كل يقول نفسي نفسي لذلك اليوم إذا دفعت التعويضات بالمال إذا ما وافق إلا على تعويض مالي أسهل من غذن لكن الحديث يقول فليتحلل منه يطلب المسامحة يطلب أن يغفر له صاحبه يطلب أن يتجاوز عنه من طيب نفس أن يسامحه فيما فعل في حقه من ظلم يعني يوم القيامة في قصاص ولا يجاوز القيامة إلى جنة أو نار ظلم ظالم إلا اقتص منه قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وقال ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فاليوم يوم القيامة سيقتص حتى للبهائم من بعضها البعض كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاذ للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي لها قرن رواه مسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما حديث صحيح رواه أحمد فمن لم يتحلل من أخيه اليوم اقتص منه يوم القيامة وهذه دعوة يا إخواني ويا أخواتي أصلا إلى أن لا نعتدي يعني لماذا نعرض أنفسنا للخطر ليش نغتاب غيرنا وليش نأخذ أموال غيرنا ولماذا نشتم ونسب غيرنا ولماذا نعتدي على غيرنا حتى لو قعدت في بيته آذيته ببقائك عنده هذه مظلمة إذا أخذت الدور تبعه إذا أخذت دوره وهو ينتظر اعتديت على الدور تبعه هذه مظلمة إذا بخست حقه في بيع أو شراء أو شراكة هذه مظلمة لو هو خطب من ناس ودخلت عليه على خطبتي أنت دخلت بالعرض وأنت تعلم لو خربت عليه صفقة أو خربت عليه خطبة أفسدت عليه عقدا بعض الناس عنده تفن في الأذى هذه مظلمة لو اتهمت واتهاما باطلا قلت يا حرامي يا نصاب وهو ما هو حرامي ولا نصاب هذه مظلمة القذف هذا القذف فيقول ابن الحرام ونحو ذلك من الكلمات مظلمة إذن قبل ما نظلم نفكر في الآخرة ونتلافى الظلم لأن الظلم ظلمات والقصاص يمكن ما عندنا ما نعطيه قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة شوف الصيام هذا يأتي بيوم القيامة الصيام ويأتي وقد شتم هذا ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته أنت في الطريق تسوق فأملت على خط الذي بجانبك وضايقته في الطريق وآذيته بسيارتك آذيته هذه مظلمة قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم فالمظالم في هذا اليوم عظيم أمرها شديد شأنها ظلم العباد شر مكتسب لأن الحق فيه لآدمي والنفوس مطبوعة على الشحك الواحد وحقه كله يريد حقه ويوم القيامة مع الحاجة للحسنات ما يمكن يتنازل إلا أن يشاء الله إذا واحد تاب في الدنيا توبة عظيمة يمكن الله يعوض المعتدى عليه من عنده يوم القيامة لو واحد الآن ظلم شخصاً ومات المظلوم المظلوم مات يعني راحت فرصة التحلل اللهم إلا إن كان مال يعطي لي ورثته لكن ضرب شخصاً ومات المظلوم مات إيش الحل خرص هنا يعني لعل الظالم إذا تاب إلى الله توبة عظيمة إن الله يعوض المظلوم من عنده يوم القيامة إذا حسنت توبة هذا الإنسان وهذه تحتاج التوبة إلى أشياء وأشياء يعني حتى الواحد يصل إلى هذه المرأة الدرجة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي نسأل الله السلام والعافية نسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا في حقه ويتحمل تقصيرنا في حقوق عباده نسألوا أن يتحمل عننا تقصيرنا في حقوق عباده